الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أنا أزعم أن أكبر مشكلات بتواجه أي إنسان في طريق نجاحه في حياته أو تقدر تسميه أصول التحديات والعوائق اللي بتواجه أي أحد هي 8 عوائق 8 عوائق دول أو 8 تحديات دول جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء واحد يحل لك كل العوائق دية كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال 8 محاور كل واحد فيهم عائق في سبيل التقدم هم يعني إيه الهم؟ الهم هو الخوف من المستقبل دايما الخوف من المستقبل بيخلي الإنسان يجبن عن اتخاذ قرارات كتير بيخليه يراجع نفسه كتير بيخليه تردد كتير وده عائق بيمنعه من التقدم الحزن هو حزن على الماضي آلام جراحات فشل سابق تجارب مريرة بتخليجي له إحباط يأس ركون إلى حالة اليأس والحزن اللي حصلت له وبالتالي بتبقى مشكلة في طريقه عجز العجز دوت هو العوائق الخارجية عوائق موجودة لك انت ملكش إيد فيها بخليها كعاجز عوائق خارجية تحت ليست تحت السيطرة يعني انت مش مسيطر عليها ممكن هي تعجزك عن التقدم الكسل الكسل ده بيعبر عن العوائق الداخلية سواء كان ضعف الإرادة قلة الهمة المهم ان هي عوائق منك انت هي اللي بتمنعك من نجاح هي اللي بتمنعك من التقدم فالعجز هو الكسل الجبن الجبن هو العائق الخامس والجبن هو انك انت مش قادر تاخد قرار خايف تاخد قرار بتتراجع والمفترض ان انت تتقدم ودي مشكلة كبيرة البخل البخل انك انت تبخل بوقتك بمالك بموهبتك بامكانياتك وفي العادة البخل دوت قرين مشكلتين مشكلة الاولى محق البركة ان ربنا ما بيباركش في الانسان البخيل ولا في الشيء اللي عنده دوت الحاجة التانية انك انت في العادة هتفقد الشيء اللي انت بخلت به دوت لانك انت مش بتتصدق به والصدقة بالشيء دوت هي قرينة البركة ضلع الدين قهر الرجال ضلع الدين لما تكون انت شغال بس انت حاسنك مكبل حاس انك انت مشروعك كله بيصب في اهداف الاخرين في اهداف الاخرين وانت مش قادر تحقق اهدك في الشخصي بسبب ضلع الدين قهر الرجال انك انت تتعرض لشيء قاهر من الناس خارج عن ارادتك ظلم غش خداع اضطرار انك انت تسير في مصار معين لارضاء ناس معينين قهر الرجال التمن عوائق دول هما في العادة اغلب العوائق اللي بتواجه اي مشكلة اي انسان اي طموح ممكن تحل كل مشاكلك بسجدة واحدة تقول فيها الدعاء دوت بصدق ومن قلبك اللهم اني يعوز بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة